موسيقى خمسون ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويا اتفاقيات جديدة بين إيران والنظام والسلطات اللبنانية تواصل حملة ترحيلها الخسري للسوريين وأبو الغيط يعلن انتصار الأسد جولة جديدة مما تبقى حياكم الله موسيقى أعلنت إيران أنه تم الاتفاق مع النظام السوري على إيفاد خمسين ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويا لزيارة الأضرحة تحدثوا مرارا وتكرارا وقالوا نعيد سوريا إلى الحضن العربي لتخرج من العباءة الإيرانية بيد أن التصريحات الإعلامية تحولت إلى واقع ملموس فاستقبل عرب الأسد بالأحضان إلا أن النتيجة هي تحويل دمشق إلى كعبة في بلاد الشام ليس ضربا من التحليلات وإنما إعلان رسمي موسيقى تعلن إيران عن اتفاق مع نظام الأسد يقضي بإيفاد خمسين ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويا لزيارة الأضرحة والأماكن المقدسة فيها وذلك في إطار محادثات بين الجانبين في المجال السياحي جاء ذلك على لسان وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مهرداد بذرباش حيث قال من دمشق إن اللجنة الإيرانية السورية المشتركة هي أكبر وفد اقتصادي يأتي إلى سوريا من إيران مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على خفض التعريفة الجمركية على واردات السلع وتصفيرها باعتبارها فرصة للناشطين الاقتصاديين ولتصدير البضائع الوزير الإيراني في دمشق لفت إلى ضرورة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا مبينا أن سوريا سوق مناسب للبضائع والخدمات الإيرانية وتم الاتفاق مع حكومة النظام على إزالة المشكلات التي تعترض تصدير البضائع الإيرانية إلى سوريا معالي مهرداد بذرباش ماذا يقول مهرداد بذرباش؟ قال تفقنا مع الدولة السورية على إفاد خمسين ألف زائر إيراني أو حاج هم يسمونه حاج خمسين ألف حاج إلى سوريا سنويا لزيارة الأضرحة يا هلو مسهلة أهلا وسهلا بالحجاج الكرام هو كم يعني هذا هم يأتون أحد يعلم كم أعدادهم؟ يملؤون السيدة زينب عندما يأتون من مقام عين علي في الدير يعني ملاحظون جدا قال لك لكن الآن يعني في اتفاق رسمي خمسين ألف زائر وهم موجودون أصلا يعني فلماذا الإعلان؟ لماذا إعلان المعلن من قبل الإيرانيين؟ خمسين ألف زائر خمسين ألف حاج هؤلاء البعض يسميهم خمسين ألف محتل يغيرون ثقافة المنطقة يغيرون هويتها عاداتها ثقافاتها كل شيء يتم تغيره حتى العملة التي يتعامل بها الناس في مناطق تواجدهم تتغير تصبح إيرانية كل شيء تشعر أن هذه المنطقة مقتلعة من سوريا وآتية من إيران مباشرة من قم آتتنا هذه المنطقة مهرداد بذرباش ماذا يقول أيضا بذرباش؟ قال اتفقنا على تخفيض التعرفة الجمركية وعاد الحديث عن خط سكة الحديد هذا هذا الحلم الإيراني القديم الجديد من إيران يدخل إلى العراق عبر معبر الشلام جاء البصرة من جنوب العراق ثم يذهب إلى بغداد ثم يأتي إلى البوكمال ويصل إلى اللاذقية هذا خط السكة الكسروي الحلم القديم الجديد للإيرانيين لكن هذا دونه صعوبات كثيرة ويبدو أنه يعني يستحيل تطبيقه الآن تحديدا في هذه الظروف يستحيل تطبيقه لذلك هم أصلا يلجأون إلى الجو يعني للتهريب عبر الجو وعبر المنافذ غير الشرعية بين سوريا والعراق هناك اتفاقيات قادمة وبالجملة اتفاقيات اقتصادية ومناطق حرة واستثمار ميناء اللاذقية يعني الكلام كبير جدا وحاويات وميناء للحاويات يعني الأمور عظيمة كل هذا الأمر سبق وأن وقعته إيران مع النظام وسبق وأن أعلنته إيران مع النظام والزوار هؤلاء يتون يعني يتون زرافات ووحدان نعلمهم ولا نعلمهم يتونهم وعوائلهم ومنهم من استقره وأطفاله وعوائله في سوريا لا يحتاج الأمر إلى أعلان لماذا الإيرانيون يعلنون هذه الأمور بين الفينة والأخرى حتى يذكروا القاصي والداني من يسمع ومن لا يسمع أن الأمر لنا من قبل ومن بعد ومن ثم ربما هذا الإعلانات هذه تسبق زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا هو الشهر القادم من المتوقع أن ياتي الرئيس الإيراني إلى سوريا هذه أول مرة رئيس إيراني يزور سوريا منذ 2011 منطلاق الثورة السورية زيارة مرتقبة لإبراهيم رئيسي إلى سوريا هي أيضا من المتوقع هذه الزيارة زيارة إبراهيم رئيسي تسبق قمة بينه وبين الرئيس التركي وبين الرئيس الروسي من المتوقع أن يحضر الأسد إلى هذه القمة نرى هو الحديث عن أول شهر خمسة مطلع أيار سوف يزور إبراهيم رئيسي سوريا من ثم هكذا المفترض ربما تتغير الأجندات لكن من بعدها من بعد زيارة إبراهيم رئيسي هناك قمة ثلاثية مع الرئيس التركي ومع الرئيس الروسي قبل الانتخابات بأيام قد يحضرها بشار الأسد ينور هذه القمة التي تصبح قمة ربعية قد حسين أمير لهيان الآن في بيروت أيضا من المتوقع أن يزور سوريا تمهيدا كذلك لزيارة إبراهيم رئيسي الإيرانيون يعني يريدون القول بمختلف اللهجات وبمختلف التصرفات وعلى مختلف الصعود أن سوريا تهى موضوعها سوريا هي دولة فاشلة وفي جيبنا شأنها شأن العراق شأن لبنان شأن اليمن هذا حال سوريا قصة هذه إرجاع سوريا وإبعاد سوريا هذه أصبحت من الماضي ومن الماضي السحيق منتهي الموضوع منتهي موضوع سوريا بالنسبة للنظام الإيراني وهكذا النظام الإيراني يعلق هو الآن النظام الإيراني وأذرع النظام الإيراني تشعر هي وهي تعبر عن نفسها تشعر بانتشاء وبشيء من القوة هكذا تعتبر الإيرانيون يقولون الآن صراحة عبر أذرعهم أن السعودية رضخت وأتت راكعة إلى أعتابهم هكذا يقولون فلذلك نحن سوف نقبض الثمن سوف نقبضه في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وأيا تكون الساحة وصولا إلى ساحة الخليج العربي نفسه هم أصلا الآن يطالبون لديهم نشاط على قصة يقولون البقيع مطلبنا هاشتاغ نشط على تويتر يطالبون فيه قال لك البقيع مطلبنا البقيع المقبرة إلى جوار الحرم المدني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هناك أربعة من أئمتهم مدفونون بالبقيع وأتى الوهابيون في مطالع القرن الماضي وأزالوا هدموا هذه القبور فهم يريدون أن يرجعوا كي يعمروا هذه القبور أربعة قبور لأربعة أئمة أين في البقيع أصلا هذا مهرداد بذرباش وزير النقل والطرق الإيراني قبل أيام قال إن هيئة الطيران المدني الإيرانية تلقت طلبا من هيئة الطيران المدني السعودية لتسيير ثلاث رحلات للحج ثلاث رحلات طيران خارج إطار رحلات الحج السعودية تطلب مزيد من الطيران مزيد من الرحلات لماذا حجاج أيضا يعني حجاج أضرحة كذلك شأنهم شأن السوريين هل يأتي هذا الزمان يأتي قريبا ربما كي نرى كذلك القوم والزوار الإيرانيون يلطمون في المدينة المنورة يلطمون ويطبرون ربما يعني هم في المتصفح لما يكتبوه خلال اليومين الفائتين هذه قصة البقيع يطلبونها بعين مفتوحة هم يعتبرون أنهم انتصروا على السعودية والموضوع انتهى يعني الموضوع انتهى فلذلك على السعودية أن ترضخ وأن تحقق لهم هذا المطلب قد يحدث قد يحدث فبالتالي هذا الزائر الإيراني الكريم يأتي إلى العراق يزور في العراق ثم يأتي إلى السيدة زينب يزور في سوريا ثم يذهب إلى المدينة المنورة في رحلة جميلة الحقيقة ايران تكتسح لا شك لكن المفارقة أن ايران الآن على الساحة الداخلية الآن أضعف ما تكون المظاهرات حتى اللحظة ما زالت قائمة اليوم المظاهرات في سستان بلوشستان المظاهرات كذلك في مهر مهاباد اليوم الشرطة الإيرانية والمخابرات الباسيجي الإيراني يطلق النار على المتظاهرين يطلق النار على المتظاهرين أحد أحد العلامات على تضعضع السلطة الإيرانية وما قام به سنة إيران في هذا العيد هم أعلنوا العيد يوم الجمعة مع باقي الدول العربية وعيدوا بعيد الفطر يوم الجمعة ليس يوم السبت هذا البعض يقول أنه هذا أحد علام تضعضع السلطة الإيرانية هذه أول مرة تحدث منذ مجيء خميني إلى السلطة منذ 79 أن يأتي السنة ويقول والله العيد مع الدول العربية فبتالهم عيدوا الجمعة وليس السبت وهذا من بركات الثورة الإيرانية ومن بركات الاحتجاجات في الشارع الإيراني هناك مقال مهم للدكتور ماروان قبلان يقول أن إيران ليست قوية على العكس تماما إيران هشة وضعيفة لكن مشكلة إيران هي في أعدائها الأنظمة العربية هم في منتهى الضعف وفي منتهى الهشاشة وعلى رأسهم طبعا المملكة العربية السعودية كذلك العظمى هم يسمون نفسهم العظماء كذلك ليس فقط الإمارات العظمى لا وسعودية كذلك العظمى كيف عظمى لا أحد يعلم ويا ليت يعني يكتبونها بشكل صحيح يكتبون العظمى يعني يكتبون الضاد ضادا العظمى الضاد هذه يكتبوها ضادا والألف المقصورة أحيانا يكتبونها بالتالي مربوطة فتقرأ العظمى هؤلاء هم أعداء إيران في هذا الزمان الحالي كيف سوى إيران لا تتمدد وترسل زوارها إلى سوريا كيف وقال لك سكة حديد طبعا البعض يرى أن هذه ما تعلنه إيران الآن هو مجرد شعار لمن يريد أن يذهب أو أن يأتي أن يعني نحن ذهبنا إلى موسكو حضرنا الاجتماع قبل أيام ومن ثم إبراهيم رئيسي سوفياتي ووقعنا كل هذه الاتفاقيات والموضوع منتحي أي أحد يريد أن يذهب أو يأتي إلى سوريا عليه أن يأتي إلينا أولا ومن ثم نحن نقرر الأمر إيران تريد أن تبقى سوريا على حالها هكذا دولة فاشلة كما يقول الدكتور ماروان قبل شأنها شأن العراق العراق الآن دولة فاشلة لبنان دولة فاشلة اليمن دولة فاشلة هي أصلا إيران لا تستطيع التأمدد والانتشار إلا على حساب هذه الدول الفاشلة العراق منذ 2003 دولة فاشلة اليمن كذلك لبنان كذلك دولة فاشلة حكم ميليشياوي طائفي وها منتهي ومنتهي الموضوع وعلى المقلب الآخر 40% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر 40% من الإيرانيين يعيشون في أحياء الصفيح في أحياء الصفيح والنظام الإيراني مستمر بهذه الأحلام والأوهام الكسروية ولا يريد التخلي عنها ويستحيل أن يتخلى عنها برر وزير داخلية لبناني سابق مروان شرب الحملة الترحيل القسرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان بالقول أنها تطال من دخلوا خلصة فقط لا بواكية لهم لا منظمات دولية تحميهم ولا حكومة تتعهد بأمن حامل جنسيتها بل وكأنهم ليسوا بشرا هنا لبنان الذي تحاول طبقة منه الانتقام من السوريين بترحيل اللاجئين منهم إلى وطنهم على افتراض أن لهم وطنا مطلوبين منشقين كبارا صغارا نساء رجالا شبابا أطفالا الكل في العنصرية اللبنانية سواء ولم يعد يكفي القول إن حياة السوريين مهمة بعد أن كتب مصيرهم بحبر من دم أما المجتمع الدولي بكامل هيئاته من مجلس الأمن مجلس حقوق الإنسان المجتمع الذي يفزع لقتل قطة يغرق اليوم في بحر لا مبالات عندما يتعلق الأمر بمأساة سورية فيتساءل متابع للشأن ماذا لو كانوا ليسوا سوريين أوكرانيين على سبيل المثال للحصر توثق منظمة العفو الدولية أن أجهزة النظام السوري تعتقل الشباب العائدين إلى سوريا والذين رحلوا قسرا من لبنان بعد أن اتهمتهم السلطات بأنهم سبب الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في بحر من الفساد والميليشيات والطوائف المتصارعة والبرلمان المشتت وكرسي الرئاسة الفارغ منذ أشهر طويلة أما عربيا مجلس الجامعة العربية يبدن دمه على تجميد مقعد سوريا النظام وهذه تصريحات صدرت من منبر لبناني حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في لقاء على تلفزيون الجديد اللبناني إن الجامعة العربية تعجلت في تجميد مقعد سوريا أما الباقون فهم اليوم يفتشون عن حل واضح للجميع وقف من تسبب في تهجير السوريين فيعود إلى وطنهم أعزة مكرمين قبل الحديث عن ما يحدث الآن للسوريين من مظاهر بالصوت والصورة مظاهر تقطع الأكباد شيء مؤلم الجبران باسيل الفينيقي الكبير أحد عتات الفينيقيين في هذا الزمان الحديث قبل سويعات يقول على تويتر يقول قال والله هذا النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وأخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها كذلك قال لك نحن مع العودة الآمنة والكريمة إلخ 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 يقول قال صحيح أن الآن الفرصة الإقليمية سانحة لإعادة السوريين لكن نحن يعني ضد هذه العودة العنيفة بغض النظر عن سلسلة الأكاذيب التي أطلقها معالي جبران باسيل مع احترامنا الشديد لفينيقيته الجميلة يعني هؤلاء العرق الفينيقي الحقيقة ليسوا من سكان كوكب الأرض ولا يليقوا بهم كوكب الأرض لكن هناك عبارة مهمة في هذه التغريدة لمعالي جبران باسيل يقول لك الفرصة الإقليمية الآن سانحة لعودة السوريين ماذا يقصد بالفرصة الإقليمية؟ الفرصة الإقليمية هو يلمح بالتأكيد إلى الاتفاق السعودي الإيراني ومن ثم ما فعلته السعودية مع بشار الأسد لذلك يقول لك الفرصة الإقليمية سانحة هم هؤلاء يتذرعون بما فعلته السعودية مع بشار الأسد وإرسال فيصل بن فرحان والأمور سمنا على عسل بين السعودية والنظام السوري لذلك الفينييون أخواننا الفينييين قال والله الفرصة سانحة لماذا قال السعودية طبعت عودوا وانفلتوا وانفلتوا في حملة مسعورة على السوريين الضرب يضربونهم الآن يعني يلقون بأثاثهم من شرفات المنازل على الشوارع يضطردونهم بعض النسبة في الشوارع هي وأولادها يعني شيء عظيم ما يحدث بحق السوريين في لبنان ومؤلم ومؤلم أن يصل الأمر إلى هذا الحد مؤلم مؤلم جدا كم سوف تختزن هذه الذاكرة السورية مما فعله الفينييون طبعا لا أحد يعمم على كل لبنان يعني ولو أن يعني هناك انتشار شديد المرء يلاحظ يعني القوم انسعروا على السوريين انسعروا الحقيقة ولا يوجد كلمة يعني تصف ما يفعله هؤلاء تجاه السوريين إلا السعار يبدو أن أخواننا الفينييين أيضا يسعروا السوريون طبعا لا بواكية لهم أي تام على موائد الليئة لا بواكية لنا نحن السوريين في أي مكان في هذا الأرض لكن في لبنان تحديدا لتبكي البواكي المبكيات لتبكي البواكي المبكيات أبا وهبي على كل حال في رخاء وفي كربي لتبكي البواكي فعلا لتبكي البواكي حال السوريين الذي وصلوا إليه الوضع في لبنان السبب يعني وراء هذا الأسعار المفاجئ بحق السوريين لا شك هو ما وصل إليه الحال في لبنان من فشل اقتصادي وفشل سياسي وفشل اجتماعي فشل على كل الأسعار الزبالة يعني أجلكم الله يتملأ شوارع عاصمة الفينيين لكن هناك سبب آخر ربما هو يتم الحديث عنه الآن أن هناك إقحام الجيش اللبناني من أجل توريد قائد الجيش اللبناني جوزف عون في حرق أوراقه دوليا من أجل أن لا يترشح للرئاسة طيب إذا كان هذا الكلام صحيح طيب كيف يسمح جوزف عون لدوريات الجيش اللبناني أو المخابرات الجيش أن تنفذ هذه الاعتقالات والحملات المسعورة بحق السوريين إذا كان هذا الكلام صحيح من أجل حرق كروت جوزف عون من أجل أن لا يبقى إلا سليمان وفرنجية وتيار المردة يعني الأمر أيضا يعني لكن النفوس محتقنة اللبنانيون هؤلاء محتقنون الفينييون طبعا يعني نتحدث عن الفينييين واللبنان الآن حسن نصر الله يتحكم بكل شيء في أبشع الصور هاشم صفي الدين خرج قبل أيام قال على اللبنانيين أن يلتقطوا ما هو متاح لأنه غدا في قادمة الأيام ربما لن يتح هذا الأمر هو يقول لهم انتخبوا سليمان وفرنجية أو تدخل البلد في الفراغ الرئاسي وبدون رئيس حسن نصر الله يريد أن يقول يعني وهو هاشم صفي الدين حسن نصر الله نعيم قاسم الحقيقة كثر من نخبة حزب الله خلال أيام القليلة بعد ما فعلته السعودية مع إيران وبعد تهافت السعودين بجاه بشار الأسد حسن نصر الله يقول هو وملأه الذين معه بشكل غير مسبوق هذا البلد لنا ونحن بالتوقيت الذي نريده نقرر من هو رئيس لبنان هناك فائد قوة تشعر به الأزرع الإيرانية في المنطقة العربية وهذا الأمر حدث من بعد ما فعلته السعودية مع إيران ويا ليت السعودية حصلت شيئا الحوثيون قبل يومين يهددون مدن العمق السعودية لا بل إن الأخبار تقول المعارضة اليمنية تقول إن المفاوضات الحوثية مع السعودين قد تنهار في أي لحظة لماذا الأسباب مضحكة مبكية قال السعودية تشترط هدن مدة سنة مع الحوثين الحوثي لا يرضى قال لك الهدن ستة شهور فقط سنة أنا لا أعطي هدن لسنة هدن ليس اتفاق سلام هدن السعودية تريد سنة هدن قال لك الحوثي لا ستة شهور السعودية أرادت قوات فصل قوات دولية بين السعودية واليمن رفض الحوثي رضية السعودية السعودية طلبت أن يكتب بالاتفاق أنه والله هي السعودية جهة وساطة والاتفاق بين الحوثي والشرعية اليمنية مجمعة معين عبد الملك رفض الحوثي قال أنا اتفاقي معكم أنتم مع السعوديين ويوقع في الرياض أو في مكة من جهتي إلى جهتكم وهذه شرعية لقيمة لها هذه إشكالية النقطة هل رضية السعودية طيب السعودية كيف سوف تكون يعني واسطة إذا أنت هي عاصفة الحزم وعاصفة كيف واسطة يعني كيف هذه أنت واسطة أنت في الموضوع منع لماذا تبقى من ماء وجه السعودية يعني السعودية تريد أن تحافظ على ما توقع من هذا الوجه أيضا طبعا أن السعودية وفقت أن تدفع رواتب رواتب للحوثيين وموظفي الحوثيين لكن الحوثي يريد شيئا آخر يريد النفط الذي فيه مناطقه لا يعطي شيئا منه للشرعية أو ما يسمى شرعية اليمنية لكن حتى النفط الموجود في مناطقه الشرعية في مأرب في الجوف يريد حصة منه كذلك وهو لن يلقي سلاحه ولن يتخلى عن أي منطقة لا بل أنه سوف يهجم على مناطق الشرعية على مأرب والجوف الحقيقة من منعه عن مأرب ليس السعودية لا هي القبائل المأرب هو حزب الإصلاح اليمني الذي حاربته السعودية بضغط من الإمارات وكان ما كان في اليمن على مدار كل هذه السنوات فالحوثي قوي الحوثي يفرض شروطه على السعودية والأخوة زينة في العراق يقولون البقيع مطلبنا نريد البقيع وحسن نصر الله يعني إما سليمان فرنجية ولا أحد واشربوا من ماء البحر إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني في عيد الفطر الماضي اتصل بمهد المشاط رئيس المجلس السياسي للحوثيين وهناه بالعيد هنأ مهد المشاط في استفزاز واضح للسعودية السعودية لا ترد لا على هذا ولا على ذاك ما الذي سوف تفعله؟ قل لك حفلات لتركي آل الشيخ هذا هو الحل غناء ورقص غناء ورقص ما الحل؟ نرقص أكثر يا قوم هذا هو الوضع لذلك سياسي لبناني ذهب إلى السعودية يقول هو ينقل عن أجواء السعودية الآن تجاه ما يحدث في لبنان مثلا قال لك السعودية يعني أنا لا أهتم بالموضوع اللبناني اطلاقا تخبوا ما أنت شاء حتى لو كان سليمان فرنجية السعودية خرجت تماما من الملف اللبناني لكن فعلت حسنة وحيدة هي ما عادت تدفع أموال ربما في المرات قادمة تدفع يعني تجبرها إيران على الدفع لحسن نصر الله في لبنان وعلى الدفع للحوثي في اليمن والدفع في العراق والدفع لبشار الأسد طيب ماذا بقي للسعودين؟ ماذا بقي لأهل السعودية من أموال؟ ماذا بقي؟ هال السوريين حال بأس في لبنان جدا ومبكي الموضوع ربما ينتهي لا يسمر لأنه منظمة العفو الدولية يعني بدأت هناك أصوات كثيرة يعني من ضمنها للأمان أصوات لبنانية يعني تقول هؤلاء استحووا على نفسكم يا قوم ارعووا قليلا لكن السؤال للفينييين هؤلاء السوريون ما الذي سوف يخزنوه لكم في ذاكرتهم؟ ماذا؟ سوف تأتي الأيام قريبا سوف تأتي وحينها طيب وحينها تهى ما أتبقى بداً بإذن الله تاسع مسام توقيت دمشق ما أتبقى جديد كمالله اشتركوا في القناة